على مدى خمسة أيام شهد مطار المكتوب الدولي هنا فعاليات الدورة السادسة عشر لمعرض دبي للطيران الفين وتسعة عشر فكان محطة أنظاري أقطاب صناعة الطيران المدني والدفاع الجوي في العالم على حد سواء الحصيلة اتفاقات شراء وخطابات نواية بعشرات مليارات الدولارات خمسون طائرة ايرباس من طراز اي 350 وقعت عليها شركة طيران الامارات مع عملاق التصنيع الأوروبي خلال معرض دبي الدولي للطيران الصفقة التي بلغت قيمتها ستة عشر مليار دولار تأتي ضمن استراتيجية طيران الامارات لإعادة هيكلة أسطولها وتلبية الطلب على أسواق جديدة وأكد الطيران الامارات أن تسليم الناقلات سيبدأ اعتبارا من مايو من عام 2023 وتأتي هذه الصفقة بعد إعلان ايرباس في فبراير الماضي عن وقف تصنيع طائرات اي 380 العملاقة وذلك جراء انخفاض طلب العملاء عليها لا سيما طيران الامارات حيث تواجه الطائرة ذات التكلفة العالية منافسة شديدة من الطائرات الأصغر حجما والأكثر كفاءة كما وقع الطيران الامارات طلبية لشراء 30 طائرة بوينغ 787 دريم لاينر بقيمة 8 مليارات و800 مليون دولار هذا إضافة إلى طلب شراء 126 طائرة من طراز بوينغ 777 اكس بدورها أعلنت العربية للطيران عن شراء 120 طائرة من طراز ايرباس 320 بقيمة 14 مليار دولار حيث ستعزز هذه الصفقة قوة أسطولها الحالي بمقدار ثلاثة أضعاف وتدعم استراتيجيتها الرامية إلى توسيع شبكة وجهاتها العالمية كما وقعت فلاي ناس السعودية اتفاقية لشراء 10 طائرات من طراز اي 321 بقيمة مليار و300 مليون دولار ونجحت بوينغ في إبرام اتفاقية مع اير أستانا لشراء 30 طائرة بوينغ 737 ماكس حيث سعت بوينغ لتأمين زخم للطائرة التي جرى منعها من التحليق في مارس الماضي عقب حادثين مأساويين ذهب ضحيتهما أكثر من 340 شخصا وقد ضغط تعكر سمعة بوينغ على أرباحها المالية التي تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ب95% في وقت انخفضت فيه أرباح الربع الثالث للشركة ب50% وعلى الرغم من اجتفاع أرباح أيربس ب3% خلال الربع الثالث إلا أنها خفضت من توقعاتها لعدد الناقلات التي سيتم تسليمها هذا العام من نحو 890 طائرة إلى 860 طائرة مرجعة ذلك إلى التأخر الذي تعاني منه الشركة في عملية التصنيع ترجمة نانسي قنقر